سلام عليكم في فرق بين المرج دروينج والأوبجيكت دروينج عندنا حاكتين داخل الفلاش بتعامل معاهم بكوة واحترافية بالنسبة لموضوع الرسم المرج دروينج ده عبارة عن شيبس عادية خالص ما باجي برسم اي دايرة او اي شكل داخل الفلاش انا بلاقيه واخد شيب لما بضغط عليه بلاقيه بوينتات زغيرة شايف حاجة عاملة زي بوينتات الزغيرة كده وبروح هناك ببص فوق على الفيلم بروبيرت بتاعته بلاقيه شيب عادي خالص طيب الشيبس دي لها مواصفات اول حاجة طبعاً لما بضغط كده بلاقيه بالشكل ده تاني حاجة ممكن اتحكم فيه وفي شكله بالطريقة دي لما باجي كده باجي بقرب منه بلاقيه جنب السهم حاجة زي كوة زغير كده كده يبقى انت ممكن تضغط على الموز وتسحب هتلاقي نفسك عملت حاجة زي كده دي حاجة يبقى اجل حاجة اللي انا اقدر اختاره بالشكل ده شيبس عبارة عن نقط كده تاني حاجة ممكن اقدر اتحكم فيه بالشكل ده تالت حاجة ودي اقوائهم اللي انا لو انا لو انا على ليار واحدة زي كده انحاطت تاتي شيبس دول فليار واحدة لو جيت عملت تخلت ده فوق ده وده فوق ده وجيت فصلت تاني ببصة لاقي قطع معايا كل المتقاطع بينهم يبقى بيطرح كل المتقاطع بينهم يبقى ده بالنسبة للشيبس لو مش عايزهم يقطعوه بالطريقة دي حطوهم في ليارات فوق بعض كل واحدة فليار عشان لما تيجي تحط كل واحدة يعني مسلا اعمل لك كده وروح شغلك الاتنين دول واعمل ليار تانية واشيلك ده واعمل ليار كمان يبقى كده دي فليار ودي فليار ودي فليار لما باجي بتدوس كده المفروض يقطع كده عن الطريقة القديمة لا مش هيقطع ليه لان دي فليار ودي فليار ودي فليار طيب نرجع كونترول زد ده بالنسبة للميرج دروينج ميرج يعني دمج بالطريقة اللي احنا عرفناها قبل كده طيب ايه هو موضوع الوبجيكت دروينج ده عبارة عن شيبس برضو بس لما باجي بضغط عليه بلاقيه عبارة عن مربع بلاقيه مربع بالشكل ده وبلاقيه هنا اسمه دروينج اوبجيكت لو جيت ضغط عليه دبل كليك بلاقيه هو شيب شيب جوه هو عبارة عن نفس مواصفات الشيب بس جوه انت جوه دروينج اوبجيكت ده بطلع برا دي حاجة الحاجة التانية لما باجي بعمل نفس الطريقة اللي انا عملتها ده هم عالية رواحدة كلهم ما بيقطعش معي بقى اه يبقى هنا في فرق بين ده وده وده كمان مواصفات اللي بتاخدوا من برنامج الاستريتور لو عندك اي 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 او اي رسمة انت عاملها في برنامج الاستريتور وجيت عملت لها امبورت هنا بتمزلك بالطريقة دي واسمها دروينج اوبجيكت طيب انا عايز احول يبقى انا عرف ده ليه مميزات وده ليه مميزات وعرفنا الفرق بين ده وده عايز احول ده اه اوبجيكت دروينج لمرج دروينج وعايز احول برضو المرج دروينج لابجيكت دروينج ازاي انا خدت دلوقتي المرج دروينج عايز احوله لابجيكت دروينج باجي من كلمة من قائمة مودي موديفي وباجي عند كمبين بعمله يون يون كده تحول اللي ايه لابصت كده على بتاعته دروينج اوبجيكت وحطيته في اي حاجة ما يفصلش طيب عايز ارجع تاني كنترول زت طيب عايز احول من ده اوبجيكت دروينج لمرج دروينج ازاي في حاجة اسمها او كنترول بي هنا برضو من موديفي في حاجة اسمها بريك ابرت بضغط عليه بلاقي حول لي شيب بلاقي حول لي لشيب عادي جدا لو روحت هناك وسبت جد كده اه تراحلي يبقى ده شيب ومجرد ما ببصت كده بعرف ان الشيب على طول هنا في التحتة دي ارجعه اليونيون في طريقة كمان ممكن احول اي حاجة انا برسمها لدروينج اوبجيكت الطبيعي والديفولت بتاعك انك لما بتعمل كده او اا او او اي شيب بعمله بالشكل ده جوه الفلاش بلاقيه عادي خالص واخد لي شيب ده الديفولت بتاعك طب افو ده انا مش عايز كده انا عايز اشتغل على دروينج اوبشيكت على طول بجيب بادوس دي واروح دايس على المنطقة دي شايف الدايرة دي بتقول لك ايه او اوبشيكت دروينج او دروينج اوبشيكت مفيش مشاكل او بحرف الجي من الكيبورد فانا هادوس على حرف جي من الكيبورد اروح رسم حاجة زي كده بص نزلت لي ازاي داخل مربع يبقى دي الطريقة اللي انا هعمل بيها خد بالك بنا بعد كده خلاص يعني اي حاجة هعملها هتبقى طول ما انا معلم عادي وسايبها هتعلم معايا اا اا او هترسم معايا المربع المربع بالطريقة دي او اوبشيكت دروينج همسح عندي حاجة كده ما اني اسمها الاينطول او الابنسل عندي حاجة هنا الابنسل في انا اخده برضو بالمرة معانا في الفلاش لما باجي برسم دايرة بص انا يعني هغير اللون عشان يباني لما باجي برسم دايرة انا طبعا ايدي مش هترسم دايرة بالزبط فبيروح هو بحاول هيا دايرة على طول طب انا عايز ارسم مستطيل برسم له مستطيل كده بالطريقة دي بروح اسم لي مستطيل او مربع واده برضو طول ما انا دايس هنا بيتحول لي الابجيكت دروينج بالطريقة دي انا عايز اشيل الابجيكت دروينج دي بقى خلاص كده انا رجعت الى الاصل اللي هي ايه شيب وده كان الفرق القوي بينهم بين الاتنين وعايز اقول لحضرتك وحضرتك ان الخواص بتاعت الرسم وقوة الفلاش في الرسم عالية جدا الفلاش فيه كمية امكانيات جميلة جدا داخل ادوات الرسم بالذات ودي انا يعني عاملين لها كورس في شبكة فري ليرنس تعليمية مخصوص للجماعة المهتمين بالرسم او اللي عايزين يتعلموا رسم داخل الفلاش وبالاخص الكورس ده موجه لجماعة اللي بيشتغلوا في الكارتون وبيشتغلوا كدزاينارز داخل السلام عليكم